الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على نبي الهدى والرحمة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بتحية الإسلام الخالد نحييكم أحبتنا المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتاوى في معيتنا اليوم سمحت الوالد مفتي المملكة العربية السعودية فضلة شيخ عبد العزيز آل الشيخ بسمكم جميعا برحب بفضلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم شيخنا حيكم الله نستفتح اللقاء على خير فضلة الشيخ في سائل يسأل فيما يتعلق بالمسح على الجوارب يقول أنا أمسح على جوربي بعد أجلكم الله الحدث وأمسح عليه وأعلم أنه مدة المسح يوم وليلة الذي يحدث أنه يستمر معي تستمر معي الطهارة حتى نهاية ذلك الوقت فيبقى الجوارب عليه هل يجوز لي أن أستمر في الصلاة لفرائض أخرى ولو انتهت مدة المسح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم جعل المساء للمقيم يوم وليلة يمسع خفيه وأجعل المساء ذات يوم وليها فإذا لم يسترخف من الصباح اليوم ومضى عليه يعني النار كله ثم جاء الليل ولم تحديث فنعتبر اليوم الليلة من حين الحدث من حين لبس اليوم الليلة نعتبره من حين الحدث فإذا لم يستشع الرب الساعة الثامن صباحا مثلا وجاء السيقر صباحا اليوم الثاني فإن نقول تعتبر المدة من حين الحدث لا من حين اللبس طيب بارك الله فيكم وفرق بينهما أنه إذا قلنا من حين الحدث معناه لو لبسوا الشراء في الظهر ولم تساعدين إلى المغرب اعتبروا اليوم الليلة من المغرب وعلى القول بأنه من الحدث متى ما أحدثت اعتبروا اليوم الليلة من حين الحدث والصحيح أنه يعتبروا من حين اللبس الحمد لله طيب بفضل الشيخ ما حكم المسعة لهذه الجوارب إذا كانت خفيفة أو فيها شيء من التشققات الصياني يعتبر الحدث يعتبر المدة من حين المسأل طيب وفي المسألة نعم شيخنا ثانية المسألة الثانية ما يتعلق المسعة للشراب أو الجورب إذا كان خفيفا أو به شيء من تشققات الأكمل الأحوض للإنسان أن يكون شرابه سليما من الخروق لا يعني يصير البشرة سميكا سايم الخروق هذا الأكمل والأولى والأفضل له لأمير العلم من يقول إن الشراب إذا كان فيه شقوق ولو يسيره لا يمسه عليه لأنه خرج عن مسمى الجورب فنقول أولى للإنسان يتأيتك الله وإذا رأى فيه شرابه شقوقا أو خلوقا فإن أولى له أي سأشرب بغيره وأذن سعر المعلى المخرك بارك الله فيكم سألوني يقول فضل الشيخ هل البر بأحفاد خالي وخالتي واجب؟ أولاد أحفاد أخوارك وخالي من رحمك فإذا بردت بهم فأنت على أخي إن شاء الله والله يقول أرحمك بعض الله أولى بأحفاد كتاب الله أولى أرحمك أقرب من أمك فبر بيوحس إليهم إحسان لأمك وإن تقدم معرفة لها بارك الله فيكم هل يجب على زوجتي أن تخدم والدتي؟ يا إخواني المرؤة والأخلاق الكريمة تبقى عند النهوة الطيبة فما سابق إن أعد الناس أن أم الزوج أن أم المرأة تخدم أم الزوج وتعلم على الخير وإذا حصوا إنشقاكم بين زوجة والأم فإنما ظهروا على البيت فالإبن ماذا يعمل؟ إن جنح مع أم هي أحرج زوجته وإلا بعكس الواقع أن يقول يطلم من زوجة الأبن البر بأم بمدوجها والإحسان إليها لأثناء الكبيرة للسن فإن لا حق الكبار وفي الحديث إن جايلة كرد لشبه المسلمين فهذه امرأة كبيرة كبيرة لا بد أن يكرامي والإحسان إليها يهيئ الله لك يهيئ الله لك من أولادك من يبرون بك ويحسن إليك فالواجب المسلمين للمرأة أن تتقل الله ولا تقديم زوجة أم زوجها ولا ترسي الواجب عليك وهو الزوج لكن هذه أمه وأغلى الناس عنده ويجب أن تعينيها على برهيبها أن تعينيها على برهيبها والإحسان لأن الزوج إذا كانت جابت الأم ربما غيرت الزوج على أمه لكن إذا كان موافقة للأم وتتوقف معها تعاون على الخير والتقوى ودعا شكرا بعضهم بعضا بارك الله فيكم سألون يقول الفضيلة الشيخ أن تزوجت مرأة في هذه البلد لأجل يعني بعد أن قدمت أوراق الرسمية لذلك ولكن لم يتيسر وللأسف استكمال هذه الأوراق والآن زوجتي حامل تقول هذه المرأة وهو أيضا هل بناء على أن الأوراق لم تستكمل ونخاف من المسؤولية يجوز لنا إجهاض الحمل طيب الزواج وش مبني عليه حسب ما يذكر شرعي وكل شروط بحضور الأبي نعم والزوج والشاهدان نعم إذا كان العاقد مجتمع لحضور الأبي والزوج والشاهدان ثوج الأب وقبل الزوج وشهد الشهد على النكاع صحيح والأوراق يمكن أن نحاول في الاستقبل لما يسقار الجنين يعني هذا خطأ هذا أقدر أن نحن صحيح بإشكال لكن هذا أكبر القضاء لأن الولي في خلام العلماء هل هو شرط أم لا شرط أم لا ترجع المحكمة شرعية بارك الله فيكم سألوا أن يقول لفضل الشيخ أصابني الله سبحانه وتعالى بالإعاقة وهي الشلل هل يجب علي الحج أو يجب علي أن يوكل أحدا غيري والله إذا كنت قاد على كل طيارة والسيارة والطيارة وقال فحج وإن كنت عاجز عن تركب الطيارة والسيارة فيكم في سؤال الآخر يقول تكبت شيء من الكبائر الذنوب شيء من الزنا وإمما حرم الله سبحانه وتعالى هل لي توبة وما هي الأمور التي تنصحني بها أولا احمد الله أنك عرفت الخطأ لأن من عرف الخطأ وتصور الخطأ أمكن أنه يستعي فيه صلاح لكن المصيبة إذا أخطأ ويرى أن خطأ وصوابه هذه المصيبينية أما من أخطأ وتصور خطأه ولمبه ثم عاد إلى رشده ولا نبي لربه فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقرص من رأة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الرحيم ويقول هو الذي يقبل توقع عن إباد ويقبل عن سيئات ويقول جل وعلا يا أيها لمن أمن توب ولا تبت نصوحا فالتوبة نصوحة هي الإقلاع عن الذنب التي تواقع فيه والندم على ممضى والعزم الصال ولا تعود وأن يكون خاصا لله فأي ذنب فعالتها تبقى الله منه بشاطئ الله تعود إليه ثانيا وأن تعزم على وأن تعزم على عدم العودة ثانيا وأن تندم على ممضى وأجل قبل الثوة إن شاء الله بارك الله فيكم سألون يقول في ضغط شيخ هل الموسيقى حرام يا إخواني الموسيقى واستعمالها دائما بغير مناسبة هذا شكل نعمل له أنا أخشى الموسيقى ما تكون بحضور مغنيين ومغنيات وهذه أشياء خطيرة لأن المسلم مؤمون بطاعة ربه وهذه الموسيقى وامثالها قد تقول بالناس صدي عن ذكر الله ويشغال عن ذلك القرآن وهذا أمر غير مؤلاء بارك الله فيكم سائل يقول هل الجدة تسلم على زوج حفيدتها نعم هي أمها وهي في الحال الذي يعد محرم نعم بارك الله فيكم من صلى في الحرم أولى أن يرى الكعبة أثناء الصلاة أو يرى موضع سجوده الصلاة في المسلم الحرام في غيره ينظر موضع سجوده بارك الله فيكم فيما يتعلق في حال سجود العبد هل تكون أصابع التي على الأرض الأضافر فضل الشيخ أو بطن الأصابع إذا خر ساجدا على يديه وعلى ركبتيه وعلى قدميه تكون الأصابع إلى القبلة إلى القبلة بارك الله فيكم هل إذا كان هناك يعني شخص يحمل الجوال وظهر له اتصال وهو ساجد يجوز له أن أرفع يده وفيغلق الجوال أنا أول أنصح إخواني إذا دخل المسجو أو دخل أكلم الصلاة أن يغلق الجوال أو يوضع على الخدمة لأن مشكلة الجوال إذا نظر إليه ربما يحضر خبر محزين يحزينك يشغل عن صلاتك أو خبرا مفرحا يغلق عن صلاتك فالمطلوب مننا إذا دخل لكلم الصلاة أن نغلق خدمة إن احتجنا لبعض الصلاة نظرنا إليه وإلى فلا أما النظر إليه وإغلاقه بالصلاة ماذا يا إخواني من العبد يكونون تسجد المترد لجوال هذا من العبد اللي بغيرنا يا إخواني أن نتقل الله وأنا نستعجوه إلا بالحاجة أما إذا دخلنا الصلاة نغلقه ونقصه على خدمة ويمكن أن نطلع على القائم بعد ذلك بارك الله فيكم يقول السائل يعني وأتذل عن طرح هذا السؤال لكن باعتبار هذا يعني ما يريد من فضلتهم رجبت عليه يقول هل يجوز رمي يمين الطلاق على زوجتي باعتبار أمر يعني من التدخين أو المعسل أو شيء من ذلك إخواني الطلاق بغض الحلالي لله أنت أنت تأصد من زوجتك وتعيضها وترشدها وتذكرها وتحاول أن أعلى الله يفزع على قلبها ولكن هو كان يقصد فضل الشيخ يعني أن يطلق اليمين على شيء محرم يعني كأعتبار التدخين أو المعسل باعتبار أنه محرم يعني يعني يقول أنت طارق إنشرت معسل نعم نعم أنا والله يقول أنه بدل هذا أن ينصحها ويعيضها ويعطيها وبينا اختار المعسل هذه ومع أضراره ويأتي لها بنجهة الصحية تكشف عن أضرار هذا المعسل وأنه ضرر وفساد وخسر الدنيا ودي بارك الله فيكم سائلة في مجمل سؤالها وهو طويل حقيقة وغير واضح لكن يبدو فضلة الشيخ في سؤالها تقول أنها أخذت مصحف من أحدى المدارس وتركته معها علما بأن الطباعة خاصة يعني مخصصة لهذه المدرسة فأخذت هذا المصحف ماذا تفعل الآن تؤترد إليهم بارك الله فيكم هل يجوز فضلة الشيخ أخذ بعض المصاحف في بعض المساجد غير منتفع بها حيث وضعت على الرفوف سنوات كثيرة لم يستفد منها ولم تقرأ أن تنقل إلى مساجد أخرى هي بحاجة لها خارج المملكة مرجع الأوقاف مرجع الأوقاف بارك الله فيكم ما حكم فضلة الشيخ يعني الشخص إذا كان في حال صلاته يصلي صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي العصر ماذا يفعل يكمل المغرب ثم يصلي عنه إن شاء الله بارك الله فيكم هل فضلة الشيخ هناك مع هذه التغيرات التي يتكلم عنها الناس باعتبار أنه نظريات التي تتحدث بأن استيعاب الناس للخطبة أو الموعظة لا يزيد عن عشر دقائق أن نقول اجعلوا خطبة الخطبة لا تزيد عن عشر دقائق أو ربع ساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن الفقه برفض فأطيل الصلاة وقصخته وإن ببيع سهراء الخطبة موضوعية محددة سور الخلق يدخل وموضوع معين محدد من حيث الدخول فيه مقدمة من حيث العرض من حيث النتيجة وراء موضع مناسب لحد أجل القائق نحو ذلك فالأفضل من حديث طويل يمله الناس الخطبة كلما قصرت كلما وكلما طارت كلما مملوا منها وربما أصابهم من معزمنا والسافر فالخطبة القصيرة الموجزة النافعة تؤدي المقصود دون ضجر الناس ودون يعني إتعابهم بارك الله فيك هل ترى فضل الشيخ في هذا الوقت الخطبتين إذا أخذت ربع ساعة تعد طويلة ويختم الوضع قد يكون أحيانا يحتاج أحيانا لكن معنا كله فكل خطبة مستوفية للموضوع قصيرة فهي أفضل خطبة غير مستوفية بارك الله فيكم مرأة تقول اشتريت عدة أغراض من محل السوبر ماركت وحينما عدت إلى البيت وجدت في هذه الأغراض علبة كريم لم أكن قد طلبتها والآن هل أتصدق بقيمتها وأنا لا أعرف حقيقة هل ربما أني فعلا دفعت وثم منها أم لم أدفع صدق بقيمتي عن أهلها بارك الله فيكم إن أمكنها أن تدعى أهلهم أحسن وإلى صدق بها بارك الله فيكم هذه أخت من العلا اسمها بشاير تقول وكلت واحد على أرض وخان الأمانة وأنا معوقة ويتيمة بماذا تنصح منني فضل الشيخ ذكري بالله وخوه من الله ووكله محامي محامي عنكم ويأخذهم يده الحمد للقاء القضاء موجود المحاكم موجودة المنجودون الحق لا يضيع إن شاء الله بارك الله فيكم اسألوا أن يقول هل زواج المسيار فيه تثريب من فضلة الشيخ والله الزواج لا بد من رحمة ومن زوجين الله يقول ومن آياته أن خلق من زواج واجعل بينكم ورحمة فالزواج في رحمة وإحسان تشعر الزوج بأن تصدل به وأن الزوجين يدافع عنها ويحميها ويؤميق عليها ويهتم بشأنها والله يقول الرجال قوام عن نساء مضام على بعض فالزواج المسيار الحقيقة الغالي وعلي أنه مجر قضاء شهوة ولهذا لا يترض بليل معينة ولا بيوم معينة وإنما على فراغ أوقاته لا يهتم مرور يذهب بالمستشفى ولا يهتم بشأنها ولا يمهق عليها ولا يرى إلا أنها فقط قضاء متعة ولا يشعر بأنها زوجة كاملة ولا يشعر بأنها بيت كاملة لا خطئ إخواني إذن فضل الشيخ لو كان كما تفضلتم من باب يعني أن يكون هناك فائدة هل لو كان فضل الشيخ الرجل فقط يعني يتفق مع زوجته على ترك المبيت أما بقية الأمور كلها متفقون على أنه يؤدها لها من حاجتها ومستشفى ومدارس وشيء من ذلك وإخواني حتى المبيت المبيت من صلح من نورياتها المبيت من حاجياتها المهمة يعني العدل التقلي والعدل بارك الله فيكم يقول سائر أنا كنت عند شخص وقت صلاة المغرب في بيته صليت معه واتضح لي أننا جميعا نصلي على غير القبلة علما بأن هذا الرجل يسكن في هذا البيت من فترة وأيضا اتضح له أنه يصلي على غير القبلة ماذا نفعل؟ أعيدوا هذه الصلاة كل الصلوات فضل الشيخ كم يوم ما ذكر شيء من ذلك لكن يقول لنا فترة وهذا الرجل يصلي على غير قبلة أعيدوا لوقات الحال القريبة ذي أعيدواها والبعض يمي بالله إن شاء الله بارك الله فيكم هل لو كان فضل الشيخ أتناء الصلاة ويعني حدثه أحد في آخر ركعة وهو على جلوسه ماذا يفعل يقوم أم يلتفت وهو جالس يقوم ويكم صلاته بارك الله فيك الصحابة جاءوا وخبروا أهل القبا بأن جاءوا وردوا أهل القبا إن رسول الله صلى الله أعلم في القرآن ومن مستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستداروا أهل الكعبة ومن صلوا رجل الله بارك الله فيكم يقول جئت إلى المسجد فوجدت رجلا في سماه الخير لكنه معاق فصلى بي وهو على كرسيه هل أصلي جالس أم أصلي واقفا إلا أولى أن صلي واقفا ولا تتمم به فالإمام العاجز عن الركوع والسجود لا يتم به طيب ماذا لو أن إمام الحي المعتاد الذي يصلي بحينا دائما حصل له عارض فما استطاع أن يتم الصلاة إلا قاعدا جالسا نصلي وراءه جلوسا أم نكون نحن وقوفا لا صلوا وراءه جلوسا أي شيء لا لا صلوا وراءه قياما بارك الله فيكم صلوا وراءه قياما بارك وهو إن كان جلس هم يصلون قياما نعم بارك الله فيكم هذه سألة تقول في الضغط الشيخ أنا مطلقة وعندنا زوجة أخي بيني وبينها إشكال وتتكلم علي بألفاظ غير لائقة وتقول فيني كلام جارح والآن أنا حقيقة هل أتحمل الجلوس معها ولا الغداء ولا العشاء معها واعتزلتها ويعني أصبح بيني وبينها فرق هل أنا آثمة بهذا الفعل الأولى السعب إصلاح بينك وبينها تقنعها بأنك بخطائها وعدم المؤاخذة والله يقول ادفع بيتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عدوك أنا وليم حميم وما يلقاها إلا اللي يصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فحاول إصلاح معها وقعت منها وحاول إعدم إثارة الأشياء على إن شاء الله تندرس وتنسى إن شاء الله بارك الله فيكم يقول فضل الشيخ أنه يحبك في الله وبعد السلام عليك لو قلت لأحد حرمت كذا أو قلت حلفت بكذا وأنا لا أقصد الطلاق هل يقع يمين أو طلاقا وش قاله بكلامه أحيانا يقولون حرمت علي كذا أما تفعل كذا يقول كلمة حرمت أو أن كبت يمين يكفر كفرة يمين طيب وهذا يعني حتى لو تلفظ مع قوله حرمت وهو معها لفظ الطلاق فضل الشيخ نعم إذا كان يمين فأنا كفرة يمين بارك الله فيكم يقول فضل الشيخ ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر وهل يجوذ ذكر الله سبحانه وتعالى وأنا جنب نعم نعم يصلى الله وإذا كان يذكر الله على كل أحيانه فذكر الله والثناء والجنوب طاهرة لا جائز ولكن على جنوب ذكر الله بالتسبيع والتحميد ولكن هذا جائز لأن الذكر عبادة لله ويوصل للذكر بالكثرة لا بالقلة بارك الله فيكم ما الحكم إذا كان هناك أناس وقت خروجهم من العمل يخرجون وقت الأذان وبعد الأذان مباشرة يقيمون الصلاة ويواصلون وأنا خروجي من الدوام بعدهم بساعة هل أصلي معهم أو أنتظر عشرين دقيقة المقررة بين الأذان والإقامة إذا أقاموا بعد أصلي معهم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ما يظنه البعض في وقت المغرب أنه عشر دقائق وإلا الوقت يخرج هل الوقت يمتد أكثر من عشر دقائق ما بين الأذان والإقامة نعم يمتد إلى غيوب الشفاق الأحمر قريب ساعة وربع تقريبا لكن السنب ساعة وربع ما شاء بعد الأذان ساعة وربع لكن الأولى في المغرب التبكير بها يقول أبراب رافع كنا نصلي مع رسول الله فنصلي فوه وإن أحدا ليصلك عن أبله فتبكير بالمغربي وهتما بها أولى من التأخير بارك الله فيكم ما هو حق الزوجة من الميراث إذا لم يكن للرجل أبناء إذا لم يكن أبناء ولا بنات ولا أبناء أبناء فحق الزوج أو الزوجة يتتكلم عن حق الزوجة إذا لم يكن للرجل أبناء لها الربع يعني يقول هنا الربع وما أتركتم إن لم يكن لكم ملد فالزوجة إذا توفي وإسألوا أولاد فإن زوجته تأخذ ربع ماله والباقي يا شيخ للورثة للورثة الآخرين بارك الله فيكم ما حكم إذا سافر في طائرة ولا يمكن له أن يصلي إلا على الكرسي ماذا يفعل إذا أخاه من خروج الوقت يصلي على الكرسي على أغل الصاعته بارك الله فيكم سائل يقول رجل أو أحد من الناس عرض على والدي أن يعطيه مئة ألف ويرجعها ويعيدها إلى والدي ثلاثمئة ألف في نهاية الشهر ما رأيكم في هذا أنا أريد ما يجد ما يجد طيب وهل لو كان هناك بيضاعة متفقون عليها وهي لا تستحق هذا المبلغ هل يجد ذلك أنا خداء 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 وحيلة ما يجوز بارك الله فيكم ما المقصود بريبا العينة فضلة الشيخ العينة بيع إنسان سلعة بثمانية مؤجل ثم يشتريها من من بقى أعلي وثم يقل من ذلك يبيعها بألف ثم يشتريها من من بقى أعلي بيبيعها بـ سبع وخمسين ريال هذا هذا العينة ما يجوز بارك الله فيكم هذا سأل يعني لعله يعتب علينا بأننا لم نعرض سؤاله وحقيقة أخي المشاهد الأسئلة الكثيرة ونحن نأخذها بالترتيب سؤاله فضلة الشيخ وهو خالد من الأردن يقول الاستغفار والتسبيح بعد الصلاة كيف يكون ذلك فضلة الشيخ ما هي السنة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبار تبار يا دجل والإكرام لا إله إلا الله وحده ولا أشد وعلى كل شيء قدير اللهم لما نعلم ما أعطيت ولا من not الإله ولا الله لا ينفع تجد منك الجد لا إله إلا الله ونعبد إلا إياك له النعمة وله الفضائس ولو تنحسن لا إله إلا الله مرصير له الدينة ولو كد كافر اللهم عني على ذكرك وشكرك والسعبات بارك الله فيكم هل فضل الشيخ لو أن أحد نسي هذه الأذكار فقام صلى السنة هل يذكر هذه الأذكار بعد السنة يذكرها ويقول سبحان الله والحمد لله ويقول ذات وذات مرة ثم يقول لا إله إلا الله وعلى كل شيء يقول له مئات حسنة بارك الله فيكم ألف حاميم يقول فضل الشيخ أسألك بالله أن تدعو لي فأنا أمر بظروف صعبة الرجل الله أهمك وقضى دينك وشفاكم مراضك اللهم أمين جزاك الله خير فضل الشيخ الشيخ هنا فيما يتعلق بأداء السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرء في بيته خير من صلاته في المسجد ما لم تكن الفريضة هي أفضل في بيت الله سبحانه وتعالى ومعلوم أن البلائكة تستغفر للعبد إذا كان في المسجد فالسائل يقول أيهما أفضل في هذه الحالة أن أصلي في بيتي أم أصلي في المسجد السنة السنة الراتبة قبل الصلاة أو بعدها فعلوها بيت أفضل يقول لي صلى الله عليه وسلم خير صلاة البيتين المكتوبة المكتوبة محل المساجد أما النوافل فكلما كان بيت كان أفضل أو لا بارك الله فيكم ما حكم إدخال الجوال إلى دورة المياه جلكم الله إذا كان مغلق ما يشيء سؤاله الآخر يقول والدي يأخذ مني مكافأتي التي أخذها من الجامعة رغم عني وأنا بحاجتها هل يجوز ذلك؟ أصبر على أبيك أصبر عليه وعمل حسنا وأصبر عليه ويفرد أمرك ويقوليك الموضوع إن شاء الله بارك الله فيكم هل يجوز أن أعير اسمي في أي أمر من مسائل تقديم على طلبات أو شيء من ذلك من باب تقديم خدمة لأخي المسلم؟ لا 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 بارك الله فيكم وقعت مشكلة قبل عشرين سنة يقول بين الجيران ووالدتي وكنت موجود وحصل بين مشادة إلى أن يقول في كلامه وقع يعني شهادة زور ويعني كان هناك شيء مني من الكذب وشهادة زور في استحلافي في ذلك الموقف الذي كان في ذلك في تلك المشكلة يقول الشيخ يعني بحكم أنه وقع مني شهادة زور ماذا أفعل ما هي الكفار التي تؤمن الله وأرجع عن شهادة وأبلغ القاضي برجع برجع عنها أتق الله لأنها ترتب عليها حقوق للآخرين لأنها تزور من كبيرة الذنوب وإذا لم يقع الزور ما يصلها يا إخواني بارك الله فيكم يقول الوالد نذر أن يصوم في كل شهر يوم والآن أصبحت صحته ضعيفة لا يستطيع ماذا يفعل؟ يكفر وكفرة مين وهل لكم فضل الشيخ أن تبينها بارك الله فيكم؟ يعني يطعم عجم الساكين غدا وأشياء وتنحل يمينه هل يجوز هذا الإطعام الذي يسمى نفر رز أو كذا في المطاعم؟ نعم بارك الله فيكم يقول فضل الشيخ أستأمن أحيانا على مبالغ مالية وأعرف أن بعض العوائل ربما لو أخذوها صرفوها يعني في مصارف غير ذات حاجة فأأخذ هذه الأموال وهي زكاة فأدفع عنهم شيء من فاتورة الكهرب وأأتي لهم بتموين بين وقتا وآخر هل يجوز ذلك؟ أشعرهم بأن هذا مال لهم سكوي أشعرهم بهذا هذا مال لكم من الزكاة وأنا سأقصدوا عليكم وأشعرهم بارك الله فيكم يقول جدتي وصتني أن أحج عنها وأنا أعتمر عنها هل أحج عنها وأعتمر؟ آنك الله تقبل آنك الله على ذلك إن شاء الله طيب يقول علما بأن عليه الصيام سنين مضت تجهله ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تحتها تصوم ما يسر الله هل إذا عجزت يجوز أن أصوم شيء عنها؟ أو تضطع عن كل يوم مسكين بارك الله فيكم هذا فضيلة الشيخ يقول لدي سؤال فيما يتعلق بالعمل يقول زوجتي مقصرة معي وأنا يعني منشغل بالعمل وأحيانا تطلب مني بعض الأمور الغير شرعية ماذا أفعل في حال أن يكون بيني وبينها خلاف في ما يتعلق بالعشرة والمعاشرة أي سؤال؟ يقول أنا لدي عمل يشغلني أحيانا عن زوجتي وهي أحيانا تطلب مني أمور لا تصح ولا تجوز فيما يتعلق بالمعاشرة وفيما يتعلق بالعشرة ماذا أفعل؟ للمقصفود النبي صلى الله عليه وسلم يقوه فيه بضع يا حلم صلى الله عليه وسلم قال يرسل الله أياتي رجل أهله ويكون به أجر قال نعم رأيته لو وضعه في الحرام كان يوزل فهي كذلك وكذلك ووضعه في الحرام كان يواجر فيتيانك إذا وجدتكم جامعة ومعاشرة وأمر مشروع وثابع على ذلك إن شاء الله وينطلب لكم عاشرة بغير ما أحل الله ويقطعها العشرة بما أحل الله وما أحضر منك الدبر وإنه وليجل الموافقة على ذلك بارك الله وفضلكم فضلة الشيخ على ما قدمتم بهذا السؤال نختم لقاءنا ونتقدم للشكر الله ثم إليكم بارك الله وفيكم أحبتنا المشاهدون المشاهدات شكرا لكم على حسن المتابعة كان في معيتنا السماحة الوالد مفتي المملكة العربية السعودية فضلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نسر سبحانه وتعالى يكتب له الأجر والمتوب على ما قدم ونستودعكم الله على من لقاء بكم وأنتم على خير وتقوى طبتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته